في حلقة اليوم سأتحدث مع حضراتكم عن الشهر السابع من الحمل ما هي أعراضه وما هي التطورات التي تحصل للجنين في هذا الشهر وكيف يمكن التغذية في هذا الشهر من أجل نموء صحي للجنين وصحة جيدة للحامل تابعونا في الحلقة مهمة يبدأ الشهر السابع من الحمل من الأسبوع السادس والعشرون ويمتد حتى الأسبوع الثلاثون من الحمل ووداية المرحلة الثالثة من الحمل ويعد هذا الشهر مرحلة الهدوء لأن الفحوصات تكون قد انتهت وتكون المرأة الحامل قد اعتادت على وضعها ووجود بطنها ويبدأ في هذا الشهر الاستعداد للولادة ومن المهم في هذا الشهر تقبل زيادة الوزن لأنها تعد أمرا مهما في الحمل ويجب التذكر أن الكثير من وزن الأم الحامل يعزى إلى الجنين وزيادة الدم والسوائل الأخرى في الجسم وتورم الثدي والمشيمة وإن معظم هذا الوزن الزائد يختفي بعد الولادة وبحلول الشهر السابع من الحمل تظهر التجمعات الدهنية على المعدة والورك والأرداف وتصبح هناك زيادة ملحوظة في الوزن وتصبح الأوردة على الثديين أكثر وضوحا وبروزا إضافة إلى العديد من الأعراض والمميزات التي تصاحب الوصول إلى الشهر السابع من الحمل ومن هذه الأعراض ما يلي أولا في الشهر السابع من الحمل يزداد حجم البطن وبروزه نتيجة زيادة حجم الطفل ونتيجة ذلك تظهر علامات التمدد على أغلب النساء والحوامل في منطقة البطن والثديين أو الفخذين والذراعين أو الأرداف وتظهر علامات التمدد في شكل خطوط حمراء أو أرجوانية لكن عادة ما تتلاشى هذه العلامات بعد الولادة وقد يساعد النظام الغذائي الصحي واكتساب الوزن المناسب تدريجيا طوال الحمل في تقليل احتمال ظهور علامات التمدد ثانيا يسبب تمدد البشرة الحكة ويمكن التقليل من الحكة عن طريق تهدئة الجلد وفركه بالزيوت أو المرطبات أو الاستحمام بالمياه الدافئة ثالثا عندما يتوسع الرحم وينمو الطفل يمكن أن تتعرض الأعضاء الداخلية للضغط مثل الضغط على رئتين والذي يسبب ضيق التنفس رابعا التبول المتكرر نتيجة ضغط الرحم على المثانة خامسا تقلصات البطن بسبب تمدد العضلات سادسا حرقة المعدة المتكررة والإطلابات وتشنج المعدة نتيجة ضغط الرحم على المعدة سادسا بدء تسريب سوائل من الثديين وتسمى هذه السوائل باللبأ سابعا من المشاكل التي يبدأ ظهورها في الشهر السابع من الحمل الأرق وصعوبة النوم وقد تكون هذه الحالة مرهقة للحامل ثامنا تورم القدمين والكاحلين وفي بعض الأحيان تورم الوجه أيضا ولتلافي ظهور التورم يجب شرب كوب من المياه عند الشعور بالعطش والمشي دون حذاء على الرمل أو العشب لتحفيز مناطق مهمة في القدمين وتقوية قدران الأويات الدموية مما يقلل من التورم ويتميز هذا الشهر بحدوث العديد من التطورات المتقدمة للطفل وبحصوله على المزيد من الوزن كما يبدأ الجنين التحضر لمحالة الولادة في الشهر السابع وتظهر التطورات التالية على الجنين في الشهر السابع من الحمل أولا طول الطفل بين 30 إلى 40 سنتيمتر ثانيا وزن الطفل تقريبا واحد ونصف كيلو جرعم وتساعد زيادة وزن الطفل في حماية أنظمته وأعضائه الرئيسية ثالثا تصبح شخصية الطفل أكثر تعقيدا وتقدما وتزداد نسبة الذكاء عنده ويمكن البدء بالتعرف إلى ردود أفعاله تجاه الحركات والأصوات المختلفة خلال هذا الشهر من الحمل رابعا يتطور الطفل بنمط معين من النوم ويستقر عليه خامسا قد ينقلب الطفل باتجاه الأسفل للتحضير للولادة ويبدأ النزول إلى أسفل الحوض خلال هذا الشهر من الحمل سادسا تزداد عظام الطفل صلابة سابعا تظل الجنجمة لينة حتى يتمكن الطفل من المرور عن طريق قناة الولادة إذ أنه عند الولادة تنزلق صفائح الجنجمة فوق بعضها بعضا وهذا يفسر ولادة بعض الأطفال بشكل جنجمة مخروطي لكن يجب عدم القلق من هذا التغير في شكل جنجمة الطفل لأن رأس الطفل تعود إلى طبيعتها خلال أيام قليلة بعد الولادة ويجب أن يحتوي النظام الغذائي للحامل في هذا الشهر على العديد من العناصر الغذائية والنقطة الرئيسية المهمة في تغذية الشهر السابع من الحمل هي تناول الطعام بأتدال وتجنب الإفراط فيه لأن شدة الجوع تزداد خلال هذا الشهر ويزداد معها وزن الأم الحامل ومن الأطعمة الواجب تناولها خلال هذا الشهر ما يلي أولاً الأطعمة الغنية بالحديد هذا لتجنب فقر الدم خلال الشهر السابع أو النزيف خلال الولادة ومن الأطعمة الغنية بالحديد السبانخ وأوراق اللفت والفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش واليقطين وبذور السمسم واللحوم الحمراء والدواجن ثانياً الأطعمة الغنية بالبروتين إذ يعد البروتين مهم للنمو الصحي للطفل ومن الأطعمة الغنية بالبروتين البيض واللحوم والعدس والحمص والبقوليات ومنتجات الألبان ثالثاً الأطعمة الغنية بالكالسيوم حيث أن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل هو أمر مهم جداً للمساعدة في التطور الصحي للهيكل العظمي للطفل والإكساب عظام الطفل الصلابة والقوة الكافيتين ومن الأطعمة الغنية بالكالسيوم منتجات الألبان مثل الحليب والجبن واللبن والبيض رابعاً الأطعمة الغنية بالماغنسيوم إذ يساعد الماغنسيوم في التخلص من تشنجات الساقين ويريح العضلات ويمنع الولادة المبكرة ومن الأطعمة الغنية بالماغنسيوم الفاصلية السوداء والشوفان والشعير واللوز وبذوع أقتين قامساً الأطعمة الغنية بزيت الأوميجا ثلاثة إذ يساعد هذا الحمض الدهني في تطوير دماغ الطفل ومن الأغذية الغنية بزيت الأوميجا ثلاثة زيت السمك والأسماك الدهنية مثل التونة إضافة إلى الجوز وبذوع الكتان أخيراً الأطعمة الغنية بحمض الفوليك إذ يخفض حمض الفوليك من نسب الإصابة بأية عيوب في الحبل الشوكي عند الجنين ويطور الجهاز العصبي للطفل بشكل سليم ومن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الخضروات الورقية مثل السبانخ إضافة إلى البرتقال والشوفان والخبز والحبوب الكاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر